هو في الحقيقة احنا يجب أن نشخص المسألة بشكل رئيسي أولا المشروع الصهيوني نفهم المشروع الصهيوني قام على ماذا حتى نستطيع أن نقول ماذا استطعنا خلال هذه الفترة أن نفعل ماذا استطعنا أن نعرقل في المشروع الصهيوني المشروع الصهيوني قام على أساس احتلال فلسطين بالكامل بما فيها الضفة الغربية وأصلا قام المشروع الصهيوني على فكرة أن تكون يهودة والسامرة وهي الضفة الغربية الآن هي المركز المشروع الصهيوني في المنطقة هذه الفكرة الأساسية خلال فترة الصراع الشعب الفلسطيني مع المشروع الصهيوني بدأ لبعض الفلسطينيين أن المرونة يمكن أن توصلنا لحل ما مع المشروع الصهيوني وغفلوا عن فكرة على ماذا أنشئ ماذا فكرة هي المشروع الصهيوني وبدوا في تقديم تنازلات واعترافات بدون أن يطلب منهم أحد لأنه تاريخيا لم يقدم للفلسطينيين أي حل ورفضوه دائما للأسف يبادر الفلسطينيين لمبادرة تنازلات نقدم تنازلات لعل والعسل عدو يقبل بها بالتالي بالمقابل العدو يرى أن الفلسطيني تنازل إذا نضغط عليه أكثر يمكن أن يتنازل أكثر وبالنهاية نجد أنفسنا ظهرنا للحائط ومحاصرين في قطاع غزة ومحاصرين في بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بالتالي الإسرائيلي هو ينفذ مشروع ونحن ردود أفعالنا هي تنازلات تلو التنازلات وتكيف مع الواقع هذا التكيف خلق كثير من التعارضات في الساحة الفلسطينية ومع القوى الفلسطينية في من أخذ جزء من الشعب الفلسطيني أخذ المسألة على عاتقه وقدم اعتراف بإسرائيل وقدم وعقد اتفاق ما سمي باتفاق أوسلو وتنازل عن فلسطين اعتقادا منهم أن الإسرائيل أو المشروع الصهيوني يقدم شيء يمكن إقامة دولة فلسطينية عليه لكن الواقع يقول عكس ذلك الواقع يقول اليوم أن المشروع الصهيوني يريد فلسطين كل فلسطين